السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا ثلاثة درسنا إن شاء الله سوف يكون بعنوان تقويم الفصل الثالث واختبار مقنن في البداية تدريب ثلاثة وثلاثين ما أهم خواص تفاعلات الأكسدة والاختزال تفاعلات الأكسدة والاختزال أهم خواصها أنها لابد أن تتضمن ماذا؟ انتقال الالكترونات إذن هذه هم فكرة من ماذا؟ من خواص تفاعلات الأكسدة والاختزال أن جميعها لابد أن يحدث فيها انتقال الالكترونات فدر تفقد ودر تكسب وبالتالي در سوف يحدث لها أكسدة ودر سوف يحدث لها اختزال كذلك تعريف الأكسدة هي فقدان ذرة المادة لماذا؟ لإلكترونات بما أنه في عندي أكسدة معنات أنه في عندي هنا فقد وما دام أنه عندي هنا فقد ففي الجهة المقابلة بيكون ماذا؟ في عندي كسب والكسب سوف يكون عملية اختزال عملية اختزال إذن الاختزال هو اكتساب ذرة المادة لإلكترونات بعد ذلك تدريب 41 حدد المواد التي تأكسدت والتي اختزلت في معادلات الأكسدة والاختزال الآتية إذن هنا يحتاج ماذا؟ يحتاج الأكسدة ويحتاج الاختزال أولا نكتب المعادلة بهذا الشكل كما هي ثم بعد ذلك نحدد أعداد التأكسد فالبروم هنا هل هو متحد الآن؟ مع ذرة؟ لا فبالتالي بيكون هنا غير متحد إذن عدد التأكسده كم؟ صفر نروح للناتج البي ار البي ار هنا متحد إي و متحد فبالتالي سوف يكون عدد التأكسده سالب واحد ليش؟ لأنه موجود في المجموعة 17 بعد ذلك اللي هو الجي اي الجي اي عندي هنا كم؟ غير متحد فبالتالي سوف يكون عدد التأكسده صفر يكون في الناتج موجب كم؟ موجب ثلاثة موجب ثلاثة معنات أنه في عندي ثلاثة ذرات ثلاثة ذرات ليش؟ البروم عندي هنا ثلاثة في سالب واحد فبالتالي سوف يكون سالب ثلاثة والجي اي عندي هنا بيكون كم؟ موجب ثلاثة حتى يحدث التعادل لهذا المركب إذن الآن حددت أعداد التأكسد ومن خلال أعداد التأكسد نحدد ماذا؟ نحدد المادة التي تأكسدت والمادة التي اختزلت لاحظوا أنه عندي البي ار هنا من صفر إلى سالب واحد من كان متعادل إلى كاسب إلكترون واحد إذن في هذه الحالة سوف يحدث ماذا؟ سوف يحدث له عملية كسب إلكترون وكذلك الجي اي كان متعادل إلى كم؟ إلى فاقد ثلاثة إلكترونات إذن في هذه الحالة مقدار التغير عندي كم هنا؟ مقدار التغير عندي هنا ثلاثة مقدار التغير عندي ثلاثة معنى أنه فقد ثلاثة إلكترونات ومادام أنه فقد ثلاثة إلكترونات أنا عندي الفقد ماذا؟ أكسده إذن الجي اي هنا سوف يحدث ماذا؟ سوف يحدث له تأكسد كذلك البي ار سوف يختزل ليش؟ لأنه كسب إلكترون واحد إذن هنا الـ GA يتأكسد والـ PR ماذا سوف يختزل بعد ذلك تدريب 41 حدد المود نفس الفكرة تقريباً اللي هو B اللي هو B 2HCL زايداً ZN بينتج ZNCL2 زايداً H2 ننقل المعادلة زي ما هي ونحاول أنه نشوف المال الذي حدث على هذه الذرات أولاً نحدد أعداد التأكسد لجميع الذرات أنا عندي هنا الـ HCL الـ HCL الـ CL عندي هنا سالب واحد فبالتالي بيكون الهيدروجين موجب واحد حتى يحدث يكون حتى يكون الـ HCL متعادل الزد N عندي هنا غير متحدة بالتالي سوف يكون عادة التأكسد صفر نروح للنواتج زد NCL2 الـ CL2 عندي هنا سالب واحد فبالتالي سوف يكون الزد N موجب اثنين لأنه عندي سالب واحد يضرب في كم في اثنين فبيكون سالب اثنين فبالتالي بيكون الزد N موجب اثنين زايداً الهيدروجين الهيدروجين عندي كم هنا عندي هنا غير متحدة وبالتالي سوف يكون عندي كم سوف يكون عندي عادة أكسد صفر طيب تعال نشوف مقدار التغير لاحظ أنه عندي هنا الهيدروجين الهيدروجين من موجب واحد إلى صفر من موجب واحد من كان فاقد إلكترون إلى متعادل إلى متعادل معناته أنه كسب إلكترون واحد بينما الزد إن من كان متعادل إلى فاقد إلكتروني إلى فاقد إلكتروني معناته أنه فقد كم إلكترون معناته أنه فقد إلكتروني ومدام أنه فقده معناته إيش معناته حدث له عملية أكسد إذن يتأكسد الزد N ويختزل مين؟ ويختزل الهيدروجين إذا هذا بالنسبة ليش؟ للمواد التي تأكسدت والمواد التي اختزلت كذلك حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في كل من المعادلات التالية ومعطيك إياها اللي هو الـ N2 زايداً 3H2 بينتج ماذا؟ 2NH3 أول شيء نحدد أعداد التأكسد أعداد التأكسد عندي كم هنا؟ عندي هنا صفر لمين؟ للنيتروجين ليش؟ لأنه هنا غير متحد الهيدروجين كم عندي هنا؟ عندي هنا صفر لأنه غير متحد الـ N2 ما فيه عندي إلا إلا ذرتين اللي هو النيتروجين والهيدروجين وبالتالي ذرة أكسدت وذرة اختزلت فالهيدروجين عندي هنا موجب 1 وعندي هنا يكون سالب 3 وهنا عندي الموجب 1 مضروب فيه كم في 3 يكون عنده موجب ثلاثة إذن مقدار التغير عنده النيتروجين من صفر إلى سالب ثلاثة إذن في هذه الحالة مقدار التغير ثلاثة إلكترونات من كان متعادل إلى كسبان ثلاثة إلكترونات إذن في هذه الحالة كسب إلكترونات كسب إلكترونات وما دام أنه كسب فإنه النيتروجين حدث له ماذا؟ اختزاء الهيدروجين من صفر من متعادل إلى موجب واحد إلى موجب واحد من متعادل إلى فاقد إلكترون ومدام أنه فاقد إلكترون معنات أنه حدثت له أكسدة معنات أنه حدثت له أكسدة إذن الذرة التي اختزلت هي النيتروجين والذرة التي تأكسدت هي ماذا؟ هي الهيدروجين في هذه المعادلة كذلك يحتاج منك العامل المؤكسد والعامل المختزل يحتاج منك العامل المؤكسد والعامل المختزل أنا عارف أن الذرة التي اختزلت في نفس الوقت هي بتكون عامل مؤكسد فالعامل المؤكسد عندي مين؟ عندي هنا النيتروجين والذرة التي تأكسدت تكون ماذا؟ تكون عامل مختزل العامل المختزل عندي هنا مين؟ الـ H2 إذن أنا حددت هنا العامل المؤكسد والعامل المختزل بمعلومية الأكسدة والاختزال كذلك نفس الفكرة حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في هذه المعادلة الثانية اللي هو الـ Na زايدا الـ I2 ينتج ماذا؟ NaI في هذه الحالة نكتب أول شيء عادية تأكسد عادية تأكسد عندي كم هنا؟ صفر النيتروجين أو عفوا الصوديوم هنا غير متحد فبالتالي بيكون عندي كم؟ صفر الـ I كذلك صفر لأنه غير متحد في النواتج NaI الـ I سالب واحد والـ Na موجب واحد بمعنى أنه في تغيرين حدثوا عنده وين؟ على الصوديوم وعلى اليود إذن في هذه الحالة لاحظ أن الصوديوم عندي هنا من صفر إلى موجب واحد من متعادل إلى فاقد إلكترون ومدام أنه فاقد إلكترون معناته أنه اختزل معناته أنه كسب عفوا من صفر إلى موجب واحد فقد إلكترون معناته أنه حدثت له عملية أكسدة عملية أكسدة و اليود من متعادل إلى كسبان إلكترون معنات أنه كسب إلكترون معنات أنه حدثت له عملية اختزال عملية اختزال إذن الصوديوم هنا تأكسد و اليود هنا اختزل مدام أنه تأكسد معنات أنه بيكون عامل مختزل بيكون كذلك عامل مختزل أما بالنسبة ل اليود مدام أنه اختزل فبيكون هنا عامل مؤكسد لاحظ أنه I عامل مؤكسد والصوديوم عامل مختزل تدريب 44 ما عدد التأكسد للمنجنيز في KMNO4 إذن هنا يحتاج مين؟ يحتاج المن يحتاج المن يحتاج عدد التأكسد في عدد التأكسد لابد أن تنظر إلى الشحنة أول شيء هل الشحنة عندي هنا متساوية لهذا المركب أو فيه شحنة موجودة هنا سواء كان شحنة موجبة أو سالبة لاحظوا أنه عندي هنا لا يوجد شحنة في التالي هنا أساويه بالصفر إذن أول شيء KMNO4 البوتاسيوم في المجموعة الأولى والمجموعة الأولى عندي هنا موجب واحد زائد المن هو المجهول زائد الأكسجين كم عندي هنا درات؟ أربع كل درة من الأكسجين عادة تأكسدها سالبة اثنين إذن أربعة في سالب اثنين أربعة في سالب اثنين وزي ما ذكرنا أنه ما في عندي شحنة هنا بالتالي سوف أساويهم بماذا؟ بالصفر طيب بعد ذلك موجب واحد زائد MN أربعة في سالب اثنين سالب ثمانية أساوي بالصفر إذن في هذه الحالة السالب سبعة لمين؟ بعد ما أضفت له موجب واحد يكون عندي هنا سالب سبعة زائد MN يساوي صفر إذن في هذه الحالة السالب سبعة هذه أحتاج إلى قيمة أساويها بالصفر حتى نعطي مين؟ نعطي MN فبالتالي هنا MN كم بيكون؟ موجب سبعة موجب سبعة إذن هنا نقول سالب ثمانية وموجب واحد مدام أنه عندي هنا موجب واحد فبالتالي هنا بيكون عندي موجب سبعة إذن موجب واحد وموجب سبعة سوف يكون موجب ثمانية موجب ثمانية عندي هنا وسالب ثمانية سوف يساوي صفر إذن الشحن عندي هنا إيش؟ متعادلة إذن المنجنيز بيكون كم موجب سبعة بعد ذلك حدد عدد التأكسد للعنصر الظاهر باللون الأحمر في المواد والآيونات الآتية C A C R O 4 يحتاج مين؟ يحتاج الكروم اللي هو السيار يحتاج الكروم اللي هو السيار أنا عارف أن اللوكسيجين عندي هنا سالب ثنين وعارف أنه C A عندي هنا كم موجب ثنين لأنه في المجموعة الثانية الأكسيجين عندي هنا أربعة أربعة في سالب ثمانية سالب ثمانية وعندي هنا موجب ثنين وما في عندي هنا شحن معناته متعادلة معناته أن السيار مبدئيا بيكون موجب ستة مبدئيا بيكون موجب ستة يعني هذه حسبة سريعة نرى حسبة تأكيدية تعالي نرى الكاليسيوم في المجموعة الثانية موجب ثنين و CR هو المجهول زائداً أربعة ذرات من الأكسجين في سالب الثنين بيكون كم سالب ثمانية بيكون هنا سالب ثمانية سالب ثمانية عندي هنا و موجب الثنين بيكون كم سالب ستة فمعناته أن CR في هذه الحالة و عندي هنا سالب ستة فبقى ساويهم بالصفر إذن في هذه الحالة سوف يكون CR لابد أن يكون كم موجب ستة CR عندي هنا موجب ستة إذن هنا سالب ثمانية و موجب الثنين معناته هنا بيكون كم موجب ستة حتى أساويهم بإيش بالصفر نروح للبي الـ Na HSO4 الـ Na في المجموعة الأولى موجب واحد الهيدروجين كذلك موجب واحد الـ S مجهول زائدا الأكسجين عندي هنا أربعة في سالب اثنين بيكون كم سالب ثمانية أجمع الموجب واحد مع الموجب واحد بيكون عندي هنا كم موجب اثنين إذن موجب اثنين وسالب ثمانية بيكون كم سالب ستة سالب ستة زائدا الأس إذن في هذه الحالة سوف أنقل للجهة الثانية سوف يكون عندي كم الأس موجب ستة يكون الأس عندي هنا كذلك عدد تأكسده في هذا المركب سوف يكون موجب ستة حدد تدريب ستة واربعين حدد أي أنصاف التفاعلات الآتية أكسدة وإيها اختزال A A L بينتج زايدا ثلاثة إلكترونات في هذه المعادلات الأكسدة والاختزال ذكرنا بأنه يمكن التعرف عليهم بطريقتين الطريقة الأولى أنه من خلال معرفتي للإلكترونات فإذا كانت الإلكترونات عند هنا في النواتج فإن المعادلة أكسدة أو الطريقة الثانية أنه يعرف مقدار التغير مقدار التغير الطيب التفاعل عندي هنا تفاعل أكسدة تفاعل أكسدة ذكرنا بأن مقدار التغير في عدد تأكسد وذكرنا كذلك بأنه الإلكترونات إذا كانت النواتج بيكون عندي هنا كذلك تفاعل أكسدة طيب التفاعل الثاني Cu موجب 2 زايداً إلكترون بينتج ماذا؟ بينتج Cu موجب طيب نفس الفكرة إذا كانت الإلكترونات في المتفاعلات فإنه التفاعل بيكون عندي تفاعل إيش؟ تفاعل اختزار تفاعل اختزار فإذا كان الإلكترون في المتفاعلات فإنه تفاعل اختزار إذا كانت الإلكترونات في النواتج فإن التفاعل أكسد هذه بالنسبة ليش؟ بالنسبة للطريقة الأولى للطريقة الثانية بمقدار التغيير في عدد التأكسد من فاقد إلكترونين إلى فاقد إلكترون واحد معنى أنه كسب إلكترون ولكسب عندين هيش هنا اختزام في الاختبار المقنن أسئلة الاختيار المتعدد أي مما يأتي لا يعد عامل مختزل في تفاعلات الأكسد أو الاختزام لا يعد ركز على كلمة لا يعد عاملا مختزلا أنا عارف أن العامل المختزل هو ذرة أساسا حدثت لها عملية أكسده و هذه الذرة ما دام أنه حدثت لها عملية أكسده معناتها فقدت إلكترونات إذن فقد أكسده عامل مختزل طيب أي من الخيارات الآتية هذه لا يعد من الأشياء التي ذكرناها طيب المادة التي تأكسدت لا مستقبل الإلكترونات ما دام أنه مستقبل معناتها كسب و الكسب عندي إيش الكسب عندي إيش هنا الكسب عندي هنا اختزال والاختزال هو عكس الأكسده إذن في هذه الحالة سوف نستثني هذه الإجابة مبدئيا ستكون هي الإجابة الصحيحة لمن لهذا السؤال لأنه هذه أساسا ستكون للعامل المختزل المادة الأقل كهروسالبية هي التي تفقد ومادام تفقد معناتها أنه أكسده ومادام أنه تفقد معناتها أنها رح تمنح إذن لا يعد عاملا مؤكسدا اللي هي إيش اللي هي مستقبل الإلكترونات مستقبل الإلكترونات معنات أنه كسب و الكسب عندي هنا اختزال والاختزال عندنا نروح لشيء اسمه العامل المؤكسد التفاعلات التالية أو التفاعل بين النيكل و كلوريد النحاس الثناية موضح ومعطيك المعادلة ومعطيك الخيارات لاحظ أنه عندي هنا النيكل من موجب من متعادل إلى كم إلى موجب اثنين وعندي هنا السي يو من موجب اثنين إلى إيش إلى من فاقد الإلكترونيات إلى كاس إلى متعادل في التالي سوف أحدث له عاملية أكسده والاختزال إذن بيكون هذا هو الإجابة بمعنى أن السي يو من موجب اثنين كسب إلكترونيات تحول إلى إيش تحول إلى سي متعادل وكذلك النيكل من متعادل هنا تحول إلى إيش إلى إيش موجب اثنين وفقد إلكترونيات إذن الإجابة الصحيحة هي إيش هي سي لمعادلات الأكسده والاختزال أو نصف تفاعل الأكسده والاختزال في هذا التفاعل بعد ذلك في هذه المعادلة استعمل المعادلة الكيميائية في الإجابة عن السؤالين الثاني والثالث العامل المختزل في هذه المعادلة هو أنا عارف أنه قبل شوي أنه هنا السي يو حدث له عملية إيش عملية اختزال إذن السي يو اختزل السي يو اختزل بينما النيكل تأكسد النيكل تأكسد قبل أنه تأكسد معناته أنه إيش بيكون عامل مختزل عامل مختزل إذن الإجابة الصحيحة هو مين هو النيكل في هذه المعادلة بيكون عامل مختزل عامل مختزل تدريب أربعة رقم التأكسد للكلور في HClO4 كم بيكون عندي هنا سالب ثمانية وموجب واحد فبالتالي بيكون الكلور كم بيساوي موجب سبعة إذن سالب ثمانية وموجب واحد وعندي هنا الدر غير متعادلة فبالتالي بيكون عندي هنا موجب سبعة موجب سبعة وموجب واحد يساوي موجب ثمانية موجب ثمانية وسالب ثمانية يساوي سفر إذن إجابتي الصحيحة هي إيش هي في أسئلة الإجابات القصيرة في الاختبار المقنن أي عناصر تمثل أقوى عامل مؤكسد أقوى عامل مؤكسد أقوى عامل مؤكسد عنده هنا يعتمد اعتماد كله على ماذا؟ على الكورو سالبية أنا عارف أن الكورو سالبية تزيد من اليسار إلى اليمين ممعنى أن الذرات التي تكون في هذه الجهة في المجموعة السبعة أقوى من ناحية العامل المؤكسد وكذلك أقوى من ناحية الكهروسالبية وبالتالي الكهروسالبية تزيد من الأسفل إلى الأعلى مدام أنه عامل المؤكسد معنات الكهروسالبية عالية معنات أن الفلور هو أقوى عامل مؤكسد في هذا الجدول لأنه هنا بازدياد وهنا بازدياد معنات أنه يرتقوا في هذه المنطقة معنات أن الفلور هو أكبر أو أقوى عامل مؤكسد في هذا الجدول كذلك أي العناصر تمثل أقوى عامل مختزل أقوى عامل مختزل العكس اللي هي عناصر المجموعات الأولى والثانية عناصر المجموعات الأولى والثانية إذن ما دام أنه هنا يزداد معناته أنه هنا قليل فهنا في هذه الحالة السيزيوم هو أقل أو أقوى عامل مختزل في مين؟ في هذا الجدول أي العناصر لها أقل كهروساليبة؟ ما دام أنه السيزيوم عندي هنا أقل كهروساليبية معنى أنه أقوى عامل مختزل عفوا عامل مختزل فالعامل المختزل عندي هنا يعتمد اعتماد على الكهروساليبية إذا كانت قليلة فإنه بيكون عامل مختزل إذا كانت قوية معناها أنه بيكون عامل مؤكسل إلى هنا انتهينا من تقويم الفصل الثالث والاختبار المقنن أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته